والآن نتشرف بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فلا تفضل شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم احنا كلمنا على الموضوع ده في منتدى الشباب في 2018 وكلمنا على النزاعات اللي موجودة وعدة الإعمار والإشكاليات والأزمات اللي بتعيشها البلاد اللي فيها نزاعات زي كده وتأثيرها على الشباب والشابات وحتى على الصغار اللي موجودين في هذه المعسكرات أو في هذه الدول يعني وانا بقول يعني عشان نقدر يعني نتحرك لابد ان النزاعات اللي موجودة ديت تتوقف عشان نقدر نقول مش احنا اللي نتحرك الدنيا كلها سواء الاتحاد الأوروبية أو الأمم المتحدة أو حتى المنظمات العمل المدني اللي عايزت تساهم وتشارك في هذا الأمر لابد ان النزاعات اللي موجودة دي والاختتال اللي موجود يتوقف قبل كده هيبقى صعب لان حتى ممكن يعني فنيا على الأرض لما تيجي تعمل عمل لعادة الإعمار في مناطق فيها لسه سرعات موجودة ممكن يبقى ما تتمش بالشكل اللي انت بتتمنى انا مش بتكلم على اليمن ولا بتكلم على انا بتكلم مسافة عامة وبالتالي لما في فرصة لتوقف هذه النزاعات هيبقى في فرصة للإعادة الإعمار وحيتواجد التمويل وحيتواجد الإرادة من الجميع المشاركة بشكل أو بآخر لتسوية المسألة ديت لكن اتصور ان اول نقطة احنا محتاجين نتحرك ونشتغل عليها ان احنا قبل من نتكلم على الرقم والفلوس فيه فرق بين تخفيف أثار الأزمة للمواطنين اللي موجودين سواء بتوفير الطعام أو توفير المأوى أو الملبس أو حتى العلاج فرق انك انت تعمل عادة إعمار لدولة كانت في حالة حرب الإجراءات اللي بتتعمل دلوقتي هي محاولة تخفيف أثار السرعة لكن دي مرحلة بتزبق انتهاء النزاع ثم تبدأ عادة الإعمار عادة الإعمار دلوقتي هتكلف مش أموال فقط زي ما تقال يعني كل الكلام اللي انتم قلتوه كلام مهم ورائع انت بتكلم انا مش بكلم على البعد التمويلي فقط فلوس أموال يعني طب البعد الإنساني طب البعد النفسي طب البعد الاجتماعي اللي ترتب على الأزمة دي اللي استمرت عشرة أو حسب يعني هو أكتر من كده في سبعين سنة يطرى الأثار بتاعتها النفسية هنعالجها ازاي لكن على كل حال اتصورنا أول خطوة مهمة ويمكن من خلال المؤتمر هنا يعني نوجه النداء للدول اللي فيها نزاعات نقول لهم باسم المؤتمر باسم شباب المؤتمر اللي هو بيحلم بالاستقرار والسلام والأمن والتنمية النداء لكل الدول اللي فيها صراعات والقادة المسؤولين على ان هم يعني ينظروا بمنظور مش حول آخر لكن بمنظور مختلف يؤدي إلى تسويت هذه الأزمات حتى نخفف ونقلل من حجم الآثار الصعبة اللي ترتبط على هذا النزاع في اليمن انا احنا في مصر مستعدين مع كل الأشقاء ومع كل الدول اللي فيها نزاعات نحن نشارك بإيجابية لأن احنا شايفين أن السلام والبناء والتعمير بالمناسبة دي ثوابت بالنسبة لنا أن احنا في مصر هنا لا أبداً لا نتدخل في شؤون الدول وندع دائماً إلى أن إلى عدم تدخل الآخرين في برضو في شؤوننا حتى نستطيع أن نحل مسائلنا بأنفسنا بعيداً عن النزاع والاقتتال بشكل أو باخر لكن خلونا نقول باسم المؤتمر ده نوجه زي ما بقول كده باسم كل الشاب موجود هنا وأتمنى أن هما من خلال وسائل الاتصال اللي موجودة معاهم الكلام ده يتم يعني أعطاء رسائل لبلادهم كل فيما يعني كل دولة فيها مجموعة شباب جاية منها ابعتوا رسائل زي أصدقائكم وأحبائكم في دولتكم قولوا لهم يعني يعظموا من هذا النداء حتى يصل إلى المسؤولين على هذه النزاعات دي نقطة يعني ابننا في اليمن بيقول لي الأكاديمية الوطنية أي حاجة موجودة في مصر هنا متاحة للجميع في بناء القدرات أنا بقول لك كده برضو ده مش كلام دبلوماسي عشان المؤتمر لا إحنا دايما بنقول في مصر إحنا مستعدين دايما نتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير دي ثوابت مصرية لأن إحنا الخراب ما بيقديش لحاجة غير ألام ومعاناة للي بيعيشه الأزمة والبناء والتعمير بيدي الأمل وبيدي المعنويات وبيدي الحلم فإحنا مستعدين لكل الأكاديمية الوطنية جاهزة لشباب آه طبعاً مش بس في اليمن لكل الشباب أهلاً وسهلاً وأنا عايز أقول لك إن إحنا في أشقائنا من دول القارة ودول عربية كثيرة بترسل أبناءها لنا للأكاديمية فإذا دور إحنا مستعدين نعمله بكل تواضع يعني فيما يخص القطاع غزة القطاع فعلاً محتاج أرقام أكتر كتير من الرقم الـ 500 مليون دولار وكنا نتمنى في مصر إن إحنا نساهم بكتر من كده لكن أنا حاضر أقوله للناس اللي شغالة إن المرحلة الثانية اللي بدأت في ديسمبر من فضلكم إحنا كنا عالين إن دايماً الناس اللي تشغل يعني المواطنين اللي موجودين ناكل إن مش هنجيب بعمالة تخش القطاع وأهل القطاع موجودين يشتغلوا يعني لكن أقصد أقول إن إحنا أرجو إن إحنا ننهي المراحل اللي إحنا وعدنا بيها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة وحيستمر دورنا في إن إحنا نناشد المانحين إن هم يتقدموا ولا يتخلوا عن الأنرة عشان الالتزامات اللي خاصة بيها الالتزامات اللي بتقوم بها الأنرة وأتصور إن ده الأمر بشكل وبأخصد ابتدي يعود مرة أخرى بعد توقف الكام سنة اللي فاتوا وبرضو مرة تانية بنواجه إن ده الدول المنحة وحنتحرك كدولة معهم أيضا عشان تصل هذه الرسالة بشكل أكثر قوة وفاعلية من أجل استئناف أكبر ودعم أكبر للأنرة عشان تقوم بدورها في القطاع مش عايز أطلع عليكم لكن عايز أقول من الأفضل إن الأزمة متحدث من الأفضل إن ما باش فيه مشكلة من الأفضل إن كان من سناتين أو تلاتة كده كان فيه شاب من دولة شقيقة قال لي يعني رأيكي نغير الموضوع عندنا بالقوة ولا نزبر فقلت له بتسألني الرأي يعني قال لي آه قلت له لا أزبر ليه لأن التغييد بالقوة قد يؤدي إلى خراب ما تقدرش السيطر عليه التغييد بالقوة قد يؤدي إلى خراب ما تقدرش السيطر عليه وتبقى متصور إنك ممكن تحقق بالمستقبل وبقول لكل المتابعين للأمر ده المنطقة دي دفع التمن كبير لفرد أو تدخل الآخرين في شؤونها والكلام اللي إحنا بنتكلم فيه هنا يعني أنا حفضل أكرره وأقول تاني في الدول اللي بنتكلم فيها دي كان محاولة للتغيير محاولة للتغيير أصحاب التغيير ما كنوش فاهمين أو مش عارفين إنه هو المصار ده قد يؤدي إلى الخراب اللي إحنا عايشينه في مصر كان ممكن يحصل كده بقرارها كتير أولا عشان شعب المصر يعرف ويفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا كثيرا جدا بإنه إحنا ما دخلناش هذا المصير دولة في همية مليون كانت حتبها دولة أزمات ولاجئين والناس تتفرج علينا والمانحين يعطونا والمانحين يعطونا نخلي بالنك بس شكرا جزيلا شكرا جزيلا